أشهد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمواقف كاديبوار داعم القضايا المصرية في المحافل الدولية وخاصة فيما يتعلق بتأييد كاديبوار لموقف مصر الرافت للتهجير القصري للشعب الفلسطينية جاء ذلك خلال استقباله أداما بيكوتوغو رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كاديبوار حيث بحث الجانبان السبل تعزيز التعاون المشترك بين البرلمان في البلدين الصدقين من جهته أشهد رئيس الجمعية الوطنية بيكوتوغوار بموقف مصر من القضية الفلسطينية مؤكدا أن بلاده ترفض كل أشكال العنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطينية